اشتركوا في القناة في افتتاحية الموسم الخامس من الفرمولا اي والتي تقام للمرة الاولى في الشرق الاوسط على حلبة الذرعية بالرياض اليوم كما حضر السباق سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للاعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الاولمبية البحرينية وقد هنأ صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة وليو العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الاسعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة وصاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الاسعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والشعب السعودي الشقيق بنجاح استضافة حلبة الدرعية لسباقات الفورميلاء اي بطولة العالم لسباقات الفورميلاء اي وأشهد سموه بهذه الحلبة التي تأتي متكاملة مع الاهتمام بتعزيز رياضة السيارات في الشرق الأوسط وقال سموه إن رياضة سباقات السيارات قد شهدت تنوعا كبيرا في المنطقة انطلاقا من مثل هذه الحلبات المتطورة التي تتسع للسباقات العالمية للمحركات سواء على مستوى الفورميلة واحد والفورميلة ثلاثة وقيرها من سباقات المحركات التي شهدنا اليوم انطلاقا واحد من أهم سباقات الفورميلة اي العالمية في المملكة العربية السعودية الشقيقة ونوه سموه بأن أي منجزات تحقيقها الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية هو مصدر فخر واعتزاز لنا كون نجاحها هو نجاح لنا في مملكة البحرين معربا سموه عن سروره بالطلاعه على مرافق الحلبة التي تعتبر من الحلبات الواعدة في المنطقة بمرافقها المميزة مشيرا سموه إلى ما تمثله هذه المرافق الوطنية المميزة من دور في التنمية الاقتصادية من خلال احتضان الفعاليات العالمية مضيفا سموه إننا في مملكة البحرين ننظر إلى انتشار هذا النوع من الرياضات والحلبات في دول مجلس التعاون بتفاؤل كونها تعكس الامكانات الكبيرة والاستعدادات التي تمتلكها دولنا في استضافة مختلف الفعاليات الدولية اعتمادا على كوادر وطنية استفادت من الفرص التي تتاح لها مما أطفى على هذه الفعاليات العالمية طابع الهوية الخليجية كما عبر سموه عن اعتزازه بمشاركة الشباب البحريني إلى جانب أشقائهم في المملكة العربية السعودية في مختلف الجوانب الفنية خاصة وأن أبناء البحرين قد اكتسبوا خبرة تراكمية في الإشراف والتنظيم لسباقات السيارات وفي مقدمتها الفورميلة واحد وهو ما مكنهم من وضع خبرتهم لمساندة الدول الشقيقة والصديقة في تنظيم سباقات المحركات متمن ينسموه للقائمين على حلبة سباقات الفورميلة اي كل التوفيق والنجاح في تحقيق الأهداف المرجوة لدعم السباقات السيارات في الشرق الأوسط ترجمة نانسي قنقر